السلام عليكم اهلا ومحبوبكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطالع لا تنسوا انها قراءات عامة ومعامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطالع غادي نشوف القراءة وغادي نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكانت من لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب اتمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غادي نخلوها مدامت تريد ان تتكلم القراءة فلنتركها خلوها هنا يا عزيزي برج الحود اه في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي اه هو يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر بخا بنواصل هادي احترية تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم نعم طاقة نارية كنشوف هنا يا طاقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه اه تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات بغي تضعفوا مزيان 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 اذا نرى ما هي طاقة المرتبطين فهذه بغض تهضر عزيزتي لنسبة للمرتبطين انا ارى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت كا اه يراك انت بحل اه انسان مقدس يراك يعني انت انسان يعني في في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحلل انت جالسة في العرش وهو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة ويحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهذه الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبتي للمرتبطين لديكم اه لديكم علاقة اه في السر يعني تعملها في السر يعني علاقة في السر. بالضبع ما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج. لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم اه علاقة في السر. وانا اتكلم مع الرجل والنساء دائما ما تنسوجوا. انا قراءاتي معامة. ما كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل. اخا. لنوصل. نحن ما زلنا مع المرتبطين. اه قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك. لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار. لكن هي فقط عدم الثقة. والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعات المرتبطين تعيشون علاقة في السر. نعم. وانت تحتاج لان يعني لان يوضحها لك. يعني ممصر هذه العلاقة. يعني عييت. عييت انت يا. وماذا سيفعل بالطرف الاخر. اخا. والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية و آآ نارية. وخط بالنسبة للمرتبطين. طاقة. نعم ترابية و ونارية. وخط بالنسبة للمرتبطين. والان سنرى ما هي طاقة العزب. ماذا يحدث مع العزب. وبالنسبة لي العزب. انا يعني انا بالنسبة العزب. هادي بغاة تهضر نخلوها. العزب بالنسبة لي. يعني. كل من ليس لديه علاقة. يعني كان المطلقون والارامل كذلك انا يعني ينتمون لجمعات العزب بالنسبة لي وخا يعني بالنسبة لي العزب هم ما ليست لديهم علاقة كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتون يا وخا ايضا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب اعطبني خليوني نركز شوية عزيزي اه العازب كنت مطلقا او او كنت ارمالة او عازبة او عازب انا اتكلم مع الرجل والنساء من جديد كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بارك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان وخا ويريد يعني بداية معك يريد بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن اه هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويعني ويريد بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفو وان لم تكن يعني تجمعوكم يعني ما كان ما كان عندك محتاج حجم اهد الانسان لكن كتعرفو من الماضي ولم تجمعوكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب اه ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك لكن ارى ان يعني انتم ربما سترفضون هذا الانسان فهذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني اردت يعني طاقتك هي الكبرية و لا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لانتم لاني يجب ان اتابع القراءة واخر لكن هذا الانسان يريد ان يبالك حب وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتم التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله الطرف هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء و لا تريدنا هذا الشخص لا تريدنا هذا الشخص مهم والان لنرى ما هي طاقت المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين واخا بالنسبة للمنفصلين عزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انطاقتك هي تعور ارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم نعم هناك ظلم وارة يعني خزن وبكاء يعني كي تسب الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك احد نعم وتعاني في صمت حبيبي او حبيبتي تعاني بزت في صمت اتذكر اني لم انسيت ما قلت طاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية واخا طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك او سرطان وهوائية دلو ميزان وجوزاء واخا هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبا معها المنفصلة دقتك هي الحزن كتبكي بزاف وآه يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في صمت تعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني تخبيها غير غير الرازق نعم هذا آآ يعني هذا الحزن الكابير وهذا الالم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم عيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية وهذه انت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة تفكر في نفسك قليلا لانك يعني انت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سبا نغمان هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم انت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى اي نتائج لم ترى اي نتائج آآ يعني ايجابية فقط رأيت تتجاهل وهروب وظلم نعم انت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار طرح انه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش كنقوله يعني نزف 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 مهم ما تديروش عليا ما تتحكوش عليا يعني استنزاف نعم استنزاف طاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الالم والان بدأت انت تركز تركز يعني انت تصرفت بحل مجنون انت يعني هذه الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلكها تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الالم وهذه المشاعر التي يعني ما تديك حتى لشي براسة فقط البكاء والحزن وخا يعني كنت تأثر بزاف لاني احس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف وخا اذا لنرى الان ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة نعم انت الان ستتحرك لكن بطريقة اخرى بداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الامل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الاناني نعم ده بنشرح لكم انت طاقتك الان هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء انت الاختفاء والعزلة هذا ما يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة اخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم انت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لان اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه انانية العاشق من جديد نعم لماذا لانه هو دائما واثق انك هناك دائما هو دائما هناك يفعل ما يشاء يمشي يذهب ويعود لانه يعرف انك دائما تنتظره مثل كما اقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما كيعتش عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب والان انت سلطة مثل النهر يعني مع النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان اخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا الله سبحالله العظيم شوفوا يعني اقشعر يعني شوفوا اش غادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم مش غادي يتكلم سيأتي سيأتي يعني هناك تواصل اكيد لماذا لانه يتألم ذكرت المشاعر والمعنوية دياله لانك لست هناك ماذا سيبعل العربة سيتصل بك كانت قراءة جميلة جميلة وقوية الله بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية مائية وكذلك اشتركوا في القناة